الهند في الفضاء وصحيفة نيويورك تايمز تعتذر الهند عملت إنجاز أسطوري مبهر لازم مصر توقف كتير جدا تفكر كيف وصلت الهند إلى هذه المرحلة الهند أطلقت مركبة فضاء تدور حول المريخ مركبة فضاء تدور حول المريخ إنجاز أسطوري عنده حق الزعيم الهندي مودي لما يقول حققنا المعجزة حققنا المستحيل انتصرنا على أنفسنا وطلعنا مركبة إلى المريخ شب بقى تميز الهنود في حاجتين إن الرحلة دي رخيصة جدا 75 مليون دولار فقط يا تمام مسلسل أو اتنين مسلسلات رمضان 75 مليون دولار فقط تكلفة رحلة لمركبة فضاء تدور حول المريخ دي أرخص رحلة في هذه المهمة أو مهمة مماثلة عبر التاريخ نمرأ اتنين من إبداعات الهنود في هذا الأمر إنهم من أول مرة نجحوا نجح صاحب يعني قبل كده روسيا أمريكا يبعثوا مركبة ما توصلش المركبة الثانية أو الثالثة عن عدة محاولات لما تنجح محاولة الهند من أول محاولة نجحت والمركبة ضارت حوالين المريخ المركبة دي بتبعث صور وبتصور سطح المريخ وبتشوف الثروة المعدنية اللي موجودة في المريخ بتشوف غاز الميثان لأن وجود غاز الميثان معناه إن فيه حياة على المريخ فالهنود دلوقتي بالمركبة دي لا عايزين صور من روسيا ولا صور من أمريكا ولا من أوروبا هم رابع دولة تكون موجودة في الفضاء بهذا الشكل بتاخد صورها مباشرة من المركبة بتاعتها اللي بقت حوالين المريخ المشاهد مزهلة لما نشوف هذا النجاح الأسطوري الهند الذي نتمنى أن واكرة الفضاء المصرية تتأسس وتنجح وتمضي على طريق متميز كما مضت وتمضي الهند ترجمة نانسي قنقر المركبة بعتت صور كتير جدا منها صور لحفر موجودة على المريخ في تحليل هذا الأمر لو إحنا في مصر قلنا عايزين ننجح في برنامج فضاء مصري ووكالة فضاء مصرية هلأي ناس كتير جدا يقولك يا سيدي شوف العشوائيات شوف الناس اللي في الشوارع شوف الناس اللي مشتاق يتاكل شوف العيانين إلى آخر هذا الكلام اللي بيقوله جهلة مش مدركين أن العلم هو اللي يقضي على ده وأن ده يقضي على المستقبل كله إذا ما كانش العلم يكون موجود بشكل أساسي الهند اللي عندها 700 مليون فقير 700 مليون أضعاف أضعاف سكان مصر فقراء فيها آلاف مرميين في الشوارع فيها ناس والله أسوأ مليون مرة من أوضاع ناس مصر ومع ذلك الهند لما طلعت مركبة فضاء ما طلعش أي حد يفتو يقلف كالعادة ويقول أن الفقراء اللي في الهند أولى من مركبة فضاء تطلع المريخ لأنهم فهمين ومدركين أن المركبة دي هي اللي هتطور أوضاع البلد فتقدر تحل مشاكل الفقر اللي موجودة في الهند نمرة اتنين الهند كلها وقفت مع هذا المشروع والهند كلها فرح مع إطلاق هذه المركبة ووصولها إلى المريخ إنما لو كنا في مصر كنا لقينا ترياءات رهيبة جدا واختلافات كتيرة جدا وانت بتتسلى على فيسبوك وعلى تويتر على المركبة اللي رايحة المريخ مهمة أوي أن العلماء والباحثين يلاقوا دعم معنوي تأييد شعبي حب من بلدهم إنما لما يلاقوا ترياءة وكلام زيادة وسخرية مما يفعلون قطعا بيحس العلماء إن ما فيش حاضنة شعبية ولا حضارية ليهم نمرة الثلاثة الصور اللي بعتتها هذه المركبة من بره فيها صور كتيرة جدا لحفر موجودة على سطح المريخ طبعا لو في مصر وبعتنا مركبة فضاء مصرية للمريخ بعد كل التاريخ اللي هناخدها إنما كمان لو بعتوا حفر في أول صور هنلاقي الناس بطلع مصورة مطبط وحفر في الطرق وكمان يقولوا حلوا الحفر اللي على الأرض قبل ما تحلوا الحفر اللي على المريخ الإفهات ما بتصنعش وطن والسخرية ما بتصنعش مستقبل والجهلة اللي متصورين إن احنا عشان نعالج الفقر نتمادى في دائرة الفقر بدون ما ندخل إلى العلم لإنهاء حارة الفقر هم دول اللي بيرسخوا أوضاع الفقراء والمحتاجين العلم حل والعلم مستقبل ودولة زي الهند مئات الملايين من الفقراء والمرضى والعاجزين اللي يسيروا إحسان أي إنسان ورغم ذلك الهند بقت قوة عظمة في مجالات عديدة آخرها مجال الفضاء لما صحيفة نيويورك تايمز نشرت كاريكاتير بتتريأ فيه هي عاملة موضوع والكاريكاتير اللي على الشاشة ده اللي على اليمين ده هو ده هندي معاه بقرة سحب البقرة ويخبط على الباب والتنين اللي جوه دول بيقروا في جورنال أو تقرير عن دخول الهند لعصر الفضاء وده نادي النخبة الفضائي يعني الراجل ده جاي بالبقرة بتاعته بيخبط على الناس العظاماء دول جوه يعني اللي جوه بيقولوا الفلاحين وصلوا إنهم إزاي وصلوا للفضاء ولهذا المستوى إنما القراء لما احتجوا من الهند على هذا الموضوع اعتذرت صحيفة نيويورك تايمز الأهم مش بس إنهم أخطأوا واعتذروا الأهم إن انت تقول للغرب أنا بنفس المستوى أفضل أنت في الفضاء وأنا في الفضاء أمريكا في المريخ والهند في المريخ ده بالعكس ده نبي مهمة أرخص ونجاح من أول مرة الهند شرفت العالم الثالث بصعودها إلى المريخ لتدور بمركبتها حول الكوكب الأحمر اشتركوا في القناة